موسيقى موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها من صحيفة العربي الجديد حيث نشرت مقالا لماجد عبدالهادي بعنواننا هدى أن بشار جاء فيه أشعر بالبرد بشكل غامض وملتبس يؤدي إليه على ما أظن اختلاط صور أطفال اللاجئين السوريين الغريقين في وحل الصحاري العربية مع بقايا طفولة شخصية تأبى السقوط من غربال الذاكرة فأجدني أرتجف أمام مشهد الرياح العاتية على شاشة التلفزيون حتى وأنا أجلس وسط درجة حرارة تفوق الخمسة وعشرين مئوية وعلى بعد ألفي كيلومتر من مخيمات الزعتري وعرسال وأطمى إنها فوبيا بالمعنى العلمي أو الواقعي فليس في وسع هدى العاصفة التي تضرب شرق المتوسط أن تصل مهما بلغت شدتها إلى شواطئ الخليج العربي هي قوية عنيفة هوجاء وقد تستطيع اقتلاع خيام اللاجئين والنازحين السوريين في سوريا ولبنان والأردن وتركيا كما يمكن لساقيعها أن يجمد قلوبهم ألما من شدة البرد أو كمدا على ارتجاف أطفالهم تحت وطأتها وليس في وسع هدى أيضا أن تصيب بضررها أحدا ممن يمتلكون البيوت ووسائل التدفئة الخديثة والمكاتب والسيارات التي لا تقل دفئا هناك في شرق المتوسط وفي جنوبه كما في شبه جزيرة العرب وليس في وسع هدى كذلك وعلى ما تشي به التنبؤات بالأحوال الجوية أن تكون مثل كاترينا التي ضربت الولايات المتحدة قبل سنوات بلا تفرق بين أبيض وأسود أو بين غنيا وفقير هي أيهدى هذه تبدو كأنها مصنوعة بمواصفات عربية على الرغم من قدومها من أقصى شمال أوروبا وهي وعلى طرافة اسمها وتناقضه الصارخ مع فعلها لا تختلف عن سابقاتها اللواتي كنا بلا أسماء معروفة ولا تشذ عن المعهود في سلوك الأقوياء تاريخيا على أرض تلك البلاد الواقعة شرق المتوسط فيما مضى من تجارب مشابهة لمأساة اللاجئين السوريين مع العاصفة هدى وأعني على وجه التحديد تجربة اللجوء الفلسطيني الذي أعقب النكب عام 1948 كانت العواصف نكيرات تأتي على حين غرة ومن دون أن يتنبأ بها أحد أو يتحسب الناس لأضرارها اليوم صورا تلفزيونية ملونة وسيتفرج العالم في زمن ثورة الاتصالات على ما تعام عن رؤيته إبان تلك الحقبة المغلة في الظلم من دون أن ينشغل كثيرا بالأطفال المتحلقين حول وسيلة دفء بدائية لا تدفئ ولا تقي شر الموت بردا سيقال إنه غضب الطبيعة الذي لا يستطيع أحد حياله سوى تقديم المساعدات البسيطة وسيكون من شأن الاختلاف على اسم العاصفة هدى أو زينة أن يغيب جواب السؤال الأهم عن اسم العصار الذي ألقى أصلا بملايين الناس على قارعة الصحراء القاحلة الباردة بشار الأسد نشرت صحيفة التايمز مقالا لمراسلها توم جوهلان بعنوان الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيموية قال المراسل إن الأسلحة الكيموية ما زالت تستخدم في سوريا رغم تأكيدات الحكومة السورية أنها تلتزم بالمواثيق الدولية التي تحضر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين العزالة وكشف المقال أن دراسة سرية أجرتها منظمة حضر الأسلحة الكيموية أكدت استخدام أسلحة كيموية لقصف ثلاث قرى سورية مما أسفر عن إصابة ما بين ثلاثمائة وخمسين إلى خمسمائة شخص ومقتل ثلاثة عشر آخرين يذكر أن الحكومة السورية تلقت العديد من التنديدات الدولية بعد استخدامها غاز السارين ضد المعارضين السوريين مما أدى إلى مقتل ألف وخمسمائة شخص في ضواحي مدينة دمشق وقد وقع الدمشق على معاهدة حضر استخدام الأسلحة الكيموية بعد التنديدات الدولية التي واكبت مقتل هذا العدد الكبير من المواطنين إلا أنها لم تتوقف عن استخدام بعض الأسلحة الكيموية التي تحتوي على الكلورين والألمونيا من جهتها تنفي سوريا استخداما للأسلحة الكيموية وتلقي باللوم على المعارضين بأنهم هم من يستخدموها صحيفة الشرق نشرت مقالا لمحمود الرنتيسي بعنوان تركية رفعت مشعل القدس في قونيا جاء فيه قبل أيام قليلة فاجأ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنصار حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بمشاركته في مؤتمر الحزب بمدينة قونيا التركية التي ولد فيها رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أغلو حملت الزيارة من جهة حماس أبعادا متعددة منها التأكيد على توازن خطوات الحركة بعد قيام وفد قيادي من الحركة بزيارة طهران وقيام الناطق العسكري بتقديم الشكر لإيران على ما قدمته من دعم للمقاومة الفلسطينية كما أن الزيارة جاءت كرسالة لكل الأطراف التي تقوم بضغوطات على حماس أن حركة حماس لها علاقات مع قوى إقليمية كبيرة في المنطقة مثل تركيا وإيران وفي نفس الوقت كانت رسالة من قبل تركيا على استمرار دعمها لحماس وفيما يتعلق بمتن الكلمة التي ألقها مشعل أكدت على عدة نقاط مهمة منها الحث على استمرار الدور التركي التاريخي الداعم للقدس والأقصى وللشعب الفلسطيني المقاوم ولم يغب عن مشعل أن يثني على تركيا من خلال شعارها الجديد ضمن رؤيتها الاستراتيجية تركيا القوية حيث قال إن تركيا القوية هي قوة للقدس ولفلسطين وإن تركيا الديمقراطية والنهضة والتقدم والاستقرار قوة للمسلمين جميعا إن أكثر عبارة لفتت انتباهي في كلمة مشعل هي العبارة التالية في سنة 1980 عندما تعرضت القدس للخطر من قبل الصهاينة خرجت مدينة قونيا عن بكرة أبيها لتعبر عن غضبها حيث أججت عبارته صيحات ومشاعر الجماهير التركية الحاضرة للمؤتمر من خلال ربطه التاريخ بالجغرافيا بالإنسان في عبارة واحدة من ناحية ثانية كان التاريخ الذي اختره مشعل وهو سنة 1980 قبل الإعلان عن تأسيس حركة حماس أو انطلاقتها في 1987 وهو تأكيد أن الشعب التركي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومن يتمسك بها في كل وقت وأن قلوب الأتراك متعلقة بالقدس والأقصى تعلقا مباشرا وهذه رسالة ينبغي أن تدركها كل الأنظمة العربية أن القدس وفلسطين هي أسمى من أي خلاف أو تعارض في التوجهات والأفكار وها هي 35 عام تمر ويأتي مشعل إلى قونيا ومن فوق منصة حزبها الحاكم القوي ويلقي بالتحية على أهلها الذين قاموا بالهبة في 1980 وما زالوا يقومون بدورهم إلى الآن صحيفة ستار التركية نشرت مقالا لأحمد طاش قاتيران بعنوان مجزرة باريس وقود جديد لنار الإسلاموفوبيا جاء فيه خلال الأسبوع الماضي ظهر وبشكل فجائي محمد علي أقجى في العاصمة الإيطالية الرومى هذا الشخص كان قد قام بمحاولة اغتيال البابا الذي يعد أحد رموز العالم المسيحي والسؤال المحير الذي لم يلقى جوابا مقنعا حتى الآن هو من كان يقف ويدعم هذا الرجل الذي أقدم على مثل هذه المحاولة لكن ظهور أقجى في رومى تزامن مع تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في القارة الأوروبية بالأمس تعرضت مجلة شارلي إيبدو في باريس المعروفة بمنشوراتها الساخرة والتي قامت بنشر صور كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لهجوم مسلح راح ضحيته 12 شخصا فجميع المختصين قاموا بتحليل هذه الحادثة على أنها بمثابة أحداث 11 من أيلول للقارة الأوروبية وإن كانت أقل دموية من تلك التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 فنحن الآن نعيش فترة تعظم ظاهرة الإسلاموفوبيا التي بدأت في ألمانيا تحت اسم بيجيدا فهذه الحركة ومنذ انطلاقتها تحاول زرع الفكر العدائي للإسلام داخل المجتمع الأوروبي ومع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وانضمام المسلمين الأوروبيين إلى هذا التنظيم بدأت هذه الحركة بإرداف كلمة الإرهاب إلى جانب كلمة الإسلام وذلك عبر وسائلهم الإعلامية من المعروف أن مجلة شارلي إيبدو محصنة من قبل أجهزة الشرطة الفرنسية لاحتمال تعرضها لهجوم مسلح لما تقوم به هذه المجلة من نشر صور كاريكاتورية ساخرة وإذا ما قمنا بالتدقيق في مجريات الحادثة نجد أن الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل قدموا إلى منطقة الجريمة بكل أريحية حيث قاموا بإطلاق النار على الحراس ومن ثم قتلوا عشرة موظفين داخل مبنى المجلة ومن ثم غادروا المكان من دون أن يتعرضوا لأي مضايقات تذكر من هؤلاء هل هم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ومن هو تنظيم الدولة الإسلامية لكن في حال ثبوت قيام أنصار تنظيم الدولة الإسلامية بهذه الجريمة فإن العداء الغربي للإسلام سوف يزداد لا محل فالذين ارتكبوا هذه الجريمة ساهموا وبلا أدنى شك في زيادة حدة العداء الغربي ضد الإسلام والمسلمين فقد أبدى المسلمون الذين يعيشون في العالم الغربي استياءهم من هذه الهجمات وهذه هي ردة الفعل الصحيحة برأيه وعقب الحادثات دع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى عدم إلقاء التهم على المسلمين ودع الشعب الفرنسي إلى التحلي بضبط النفس والتحلي بالاعتدال وهذا أيضا شيء مهم وعلى مجلة تشارلي إيبدو ومثيلاتها الامتناع بعد الآن عن التعلاع بمقدسات الناس لأن مثل هذه المنشورات تشكل مشكلة إنسانية وأخلاقية كبيرة للعالم الغربي صحيفة الجارديون نشرت مقالا لعيد حسن بعنوان تشارلي إيبدو لا يمكننا ترك مجرمي باريس يشويهون صورة الإسلام قال كاتب المقال إن قتل الصحافيين في باريس الأربعاء لم يكن عطداء على فرنسا فقط بل إهانة للإسلام ولجميع الحريات المتوفرة لحوالي ثلاثين مليون مسلم بالعيش بكرامة في الغرب وأضاف أن حرية التعبير ليس مفهوما غربيا فقط بل شغفا عالميا تتوق إليه النفس البشرية وانتقد كاتب المقال المسلحين الذين نفذوا الجريمة وهتفوا بعد قتلهم للصحافيين الله أكبر متسائلا كيف يجرؤون على القتل باسم الإسلام ويشويهونه وأشار كاتب المقال أن النبي محمد هو أول من حارب من أجل حرية الرأي وأوضح أن المسلمين يعيشون بأمان في الغرب بسبب حرية الرأي والوعي وحرية الصحافة والمعتقد موضحا أن التعدي على هذه الحريات يعد تعديا على وجود الإسلام وقال كاتب المقال إن الإسلام يدعو إلى الرحمة والعطف إلا أن هذه المعاني أضحت مهددة بسبب أفعال المتشددين من المسلمين إذ يتساءل الكثيرون في العالم اليوم عن الرحمة التي يتغنى الإسلام بها وسط ما نراه من قطع للرؤوس والحروب والتفجيرات الانتحارية باسم الدين موضحا بأننا سنظل نشهد مثل هذا الشر ما لم نعالج دوافع هؤلاء القتل الجهاديين السلفيين مشيرا إلى أنهم يقتلون باسم الدين لذا يجب أن نحاربهم بتطبيق الدين بصورته الحقيقية واستشهد حسن بمقولة لشيخ الناطق بن فرنسية عبد الله بن بيه الذي طالما ذكر في أحاديثه أنه إذا اندلع حريق في أحد المنازل فإن الجميع سيبادر إلى المساعدة في إخماد نيران ولن يسأل أحد لماذا هذا الشخص أو ذاك حمل دلو المياه مضيحا أن بيت الإسلام يحترق وبحاجة لأن يعمل الجميع على توفير هذه المياه لإخماده بغض النظر عن عرقهم وديانتهم جريدة عين بلدي نشرت مقالا لشمس الهادي بعنوان السلام في المولد والميلاد المرأة التي تهز المهدى بيدها اليمنى ستهز العالم بيدها اليسرى جاء فيه احتفل العالم المسيحي منذ أيام بعيد ميلاد السيد المسيح رغم الجدل الكبير الدائر حول صحة هذا التاريخ وتلأ ذلك الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة وكذلك ذكر المولد النبوي أتوقف هنا عند فكرة الميلاد بحض ذاتها الميلاد، ولادة الإنسان، استمرار الحياة، الغاية من الولادة الصعوبات التي تواجهها المرأة أثناء رحلة العبور في الحياة وإعادة إنتاج الحياة وذلك من خلال مريم في السورة القرآنية مريم كانت وثيقة الصلة بالله ومعتكفة في ركنها الشرقي القصي تتعبد وتتأمل فيأتيها الملك ببشارة لأهبى لك غلاما زكيا تفزع مريم من هذا الحمل بلا زوج ولكن الملك يطمئنها بأنها إرادة الله الذي تفرغت لعبادتها كذلك قال ربك هو عليّ هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا إنك حملك يا مريم آية من الله ودليل على أنه قادر على خلق المعجزات والمسببات بلا أسباب وكل حمل هو معجزة من الله فهو حياة تنبثق من قلب حياته وكم من امرأة حملت مصابرة تحت القصف والجوع والحصار أو مهجرة مشردة كابد المرار أو أنثى وحيدة لشهيد أو غريق أو شريد فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ثم يأذن الله بالانتقال من معجزة الحمل إلى واقعة الولادة إنها ألام الخلاص ألام المخاض ألام ولادة نور وأمل جديد للبشرية المخاض هو دوما طريق نحو النور والسلام فتقول وكأنها تعبر عن لسان حال كثير من اليوم يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ولكن هل يترك الله عباده الصالحين نهبا للألام فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا لا تحزني ناداها الملك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا استجمعي قوتك لتواجه البشر لا تخافي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صومة شكري نعم ربك المادية والمعنوية بالإنفاق منها ولتكون أنت ومولودك رحمة للعالمين سلاما في ميلاده وسلاما في حياته وبعد وفاته مسحي دموعك يا مريم وضعي مولودك في مهده تلك المرأة التي تهز البهدى بيدها اليمنى ستهز العالم بيدها اليسرى بهذا المقال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الأكارم على أمل اللقاء بكم دائما بكل خير السلام عليكم ورحمة الله